نروح بقى مع حضراتكم على مقارة جريدة الجمهورية واسمالتنا العزيزة سالة حامد اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذ موسام الغرباوي أنقض الرياضة في جريدة الجمهورية صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك تفضلي سمعيني صباح الخير يا كريم وأكيد بصباح عليك أنا هوندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناتنا دي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحدة جديد أكيد من 10 الصبح في الأهلي وجولة صحفية جديدة ولكن زي ما أنت قلت يا كريم من جريدة الجمهورية أكوننا معاكم عشان أطلعكم على آخر وأهم الأخبار يعني الصحف الرياضية سواء العالمية أو المحلية وكمان زي ما أنت قلت يا كريم هيكون معي لقاء مهم مع الأستاذ حسام الغرباوي النقض يعني الرياضي والكاتب الصحفي اللي طبعا هيكلمنا عن كل الأخبار دي النهاردة بالتفاصيل ولكن طبعا في البداية أبتدي معاك بأول خبر معنا النهاردة من جريدة الجمهورية البعثة تتوجه للواندا والبرتغالي يكشف خطة عبور انجولا ومن الشرق الأوسط تاني خبر معنا كورونا يربط تدريبات المنتخب الألماني وجدل رفض التطعيم يهود للوجهة وثالث خبر معنا من جريدة الرياضة يونايتد يحصن الدفاع بـ 68 مليون والخبر الرابع والأخير من أخبار اليوم راشفورد يهدي رتبة الامبراطورية البراتينية لولدته يعني طبعا كانت كل الأخبار اللي معنا النهاردة الأربع الأخبار سواء الأخبار المحلية أو الرياضية واللي هيكلم عنهم أكثر بالتفاصيل لأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والناقض الرياضي طبعا يا أستاذ حسام في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة نادي الأهلي وطبعا في بداية صباح لحضرتك صباح الخير على حضرتك وعلى الزملة في الستوديو طبعا يا أستاذ حسام أول خبر معنا النهاردة من جديدة الجمهورية واللي بيتكلم عن الموجهة المهمة المبين منتخب مصر ومنتخب أنجولا في الجولة الخمسة من يعني دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اللقادة 22 كلمني عن آخر استاذات يعني منتخب مصر وكمان قبل السفر سفر ليه لواندا طبعا الحمد لله احنا منتخبنا متصدر المجموعة ب10 نقاط وفي حين أنجولا بتتزيل المجموعة ب3 نقاط منتخبنا جاهز تماما لهذا اللقاء وخاضوا النهاردة تمرين مبكرا قبل السفر إن شاء الله بإذن الله وطبعا المدير الفني للفراعنة طبعا هو رفض أنه يشارك في المؤتمر الأقيم أمس طبعا عشان ما يفتحش شيء من الجدل ضمه للعابين أو عدمه وطبعا طلب كل اللعبين هم يركزوا وإن شاء الله بإذن الله يفوزوا في الجولة دي رغم طبعا نحنا الحمد لله شيء نحنا دمنا بإذن الله للتأهل وطبعا هو طالب جميع اللعبين بدرورة الضغط من أول ثانية خاصة أن أنجولا بيلعب مش خسرا أي شيء فهيبقى فاتح الملعب وإن شاء الله طالب اللعبين وعلى رأسهم محمد صلاح استغلال هذه الفرصة وإن شاء الله بإذن الله نفوز باللقاء وناخد التلاتة بنت بإذن الله إن شاء الله سيد حسن برضو الخبر الثاني معنا النهاردة وإنه الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن أنه فيه خمس لعيبة في الصفوف المنتخب الألماني وصيبوا في فيروس كورونا أثناء يعني طبعا استعداتهم للمباريات القادمة في بطولة كأس العالم أو تصفات كأس العالم تكلمين طبعا عن حالة اللاعبين دلوقتي وإزاي يعني منتخب ألمانيا في ظل الظروف دي هيستعد للمواجهات القادمة في تصفات كأس العالم طبعا هو منتخب الألماني مش خاف لأنه شيء من أنه تقاهل خلاص ولكن طبعا فيه مهبرتين أهمتين قادمتين كان نفسه أنه هو مثلا يشارك اللاعبين ولكن طبعا خمس لعبين أصيبوا بسبب طبعا بعد ما عرفوا أن زولة لعب البيرن كان مصاب رغم أنه كان واخد التطعيم ولكن طبعا باقية اللاعبين كانوا فيه مخلطة ليه طبعا أصروا أنهم طبعا المسؤولين أنهم يبقوا تحت الرعاية والحجر الصحي إلى حين إن شاء الله بإذن الله تكمل شفاقهم وبإذن الله يكملوا المنظومة وده طبعا ده بيتطلب كتير من بضرورة أن اللاعبين يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لأنه فيه منهم رافض تماما وطبعا هم بيضغطوا على اللاعبين بضرورة اللي هو الالتزام عشان محدش يستبعد منهم وإن شاء الله بإذن الله يبقى يقدي بشكل كويس لبيرن هذا طبعا برضو الخبر التالت معنا وأنه منشستر يونايت طبعا الفريق الإنجليزي يعني يمكن عينيه أو هو حاطت عينيه على أنه هو يتعقد مع المدافع الفرنسي جوليس كوندي أنه يتعقد معاه في الانتقاط اللاشتوية طبعا كلمني عن يعني الصفقة دي وإنه إزاي يعني منتخب يونايتد هيكتهد أو يعني هيعتقد إزاي مع المدافع الفرنسي شي طبيعي أن المانشستر عايز طبعا أو أي فريق كبير بيبقى بيدعم جميع مراكزه خاصة دفاع المانشستر بعد جملة الإصابات اللي أصابت فران وطبعا ده لاعب صاعب 23 سنة مدافع قوي جدا اللي هو طبعا بخص أشبلية الأسباني وقد آخر عشر مرات بشكل قوي جدا بحيث أن فيه ست مرات كانت الشباك نظيفة تماما ولكن الضغط المالي هو اللي هيكون الفايصل خاصة أن تشيلس كان داخل على الخط أب كده ولكن طبعا الفريق طلب ستين مليون في حين أن كان شيلس عايز يدفع اتنين واربعين ولكن طبعا منشستر يونيتل لو أنه هو اضطر فيدفع 68 مليون فطبعا الضغط المالي هو هيبقى لي الكلمة العليا في هذه الصفقة كمان الخبر اللي معنا النهاردة أستاذ حسامي يعني الخبر الرابع واللي هو يعني الخبر يمكن يعني ناس كتير يعني اتبسطت بي وشافته يعني من أحسن الأخبار اللي قريتها يعني اليومين اللي فاتوا أنه المهاجم منشستر يونيتل ماركوس راشفورد أنه هو أهدى يعني رتبة الإمبراطورية البريطانية لمامته أو لولدته بعد ما يعني حصل عليها بسبب مساعدته للأطفال يعني كلمنا طبعا عن الرتبة دي وإزاي حصل عليها يعني مهاجم منشستر يونيتل شيء جميل جدا وده بيبقى قدوة الجميع المشاهير خاصة الرياضيين على مستوى العالم هو طبعا شعر بهلاء الأطفال اللي كان هو في يوم الأيام زي يوم محتاجين الدعم النفسي والمالي والمادي وده شيء طبيعي ان هو يقوم به وده الضغط على رئيس الوزراء هناك بحيث انه يساعد هذه الفئة الضعيفة وفعلا هو ده اللي تم وكان طبعا من خلال ده منحه هذه الرتبة اللي هو طبعا أهداها لولدته نتمنى طبعا من جميع المشاهير الرياضيين هما يقضوا قدوة بإذن الله وده هيساعد كتير في حل الكثير من مشاكل المجتمعية وعلى رأسها الأطفال المحتاجين مساعدة لمستوى العالم أستاذ حسن طبعا بشكر حضرتك جدا وكنت سعيدة جدا أنا مع حضرتك ويعني بستطبع حضرتك مرة تانية شكرا شكرا يجد طبعا ينها واندو يا كريم كان لقائنا مع الكاتب الصحفي والنقد الرياضي أستاذ حسام الغرباوي اللي طبعا كلمنا بالتفاصيل عن الأربع الأخبار اللي معنا النهاردة سواء يعني في الصحف العالمية أو الصحف المحلية والآن لعودة مرة أخرى الستوديو طبعا بشكركم جدا والكلام ليك يا كريم تفضل فتحنا لبنشكرك جدا زمارتنا العزيزة سالة حامد واتحياتنا للأستاذ حسام الغرباوي وإلى المزيد من الأخبار